السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول لقاء المنتخب المغربي ومنتخب الزامبيا اللي قاعدة يتقام يمكن شمع سنة 3 أو 4 يونيو لقاء كبير صراحة بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الزامبي واللقاءات القوية بطبيعة الحل الجدالة ولا نقاش في ذلك هنتعرف لأقوى تشكيل المنتخب المغربي الأساسية والإحتياطية للمنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الزامبيا اللي هو من المنتخبات الجيدة إفريقيا واجهناها في كأس إفريقيا وبصعوبة كبيرة فوزنا بإصابة واحدة لزور إصابة حاكيم زياش الدقيقة 37 إذن تشكيل المناسبة للمنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الزامبيا لأتكون لها تشكيلة لتكون موذجية للمنتخب الوطني المغربي لا جدالة ولا النقاش في ذلك بطبيعة الحل تشكيلة لتقدر تكون كبيرة بطبيعة الحل لا جدالة ولا النقاش في ذلك تشكيلة لتقدر تكون نموذجية للمنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحل تشكيلة لتقدر تكون كبيرة للنقبة الوطنية بدأوا بحيارات المرمى بدأوا بياسين بونو حارث فريق الهلال السعودي لأم الحراس الجيدين للمنتخب الوطني المغربي حارث كبير وحارش صراحة جيد مميز للمنتخب الوطني المغربي حتى الآن التربوط المرمى صراحة لم يكن لديه تربوط إيجابي من يهمية صراحة المنتخب المغربي خفق في التربوط الماريس حل يخفق في كأس إفراقية باقي لا تحسن من المنظير صراحة كنا قمنا بمقابلة البرازيل اللي كانت في طانجة مقابلة مزيانة ولكن أغلبية المقابلة صراحة بعد المنظير لم يكن لديه مزيانة بشيون خطي فاهم بدأوا بنيف أكرد لعب وسط هامل إنجليزي عنده سبعة وعشرين عام نعناطر الجيدة ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير ولاعب قاوي صراحة ديال النقبة الوطنية وديال المنتخب الوطني المغربي لاعب أكرد الآن من الخيرة للعاب اللي عنده المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة ولاعب مميز في المنتخب الوطني المغربي لاعب لايف اكرد اللي عنده سبعة وعشرين سنة كيبقى من الآن اصر المهمة ضغط للمجموعة ديه المنتخب الوطني مغربي gardab�� عبد الدكبير عبقارا عنده خمسة وعشرين سنة لاعبDec PÜRti bu acárabess لسباني اللي كيبقى من الأسماء الألمزيان الداخل النقبة الوطنية وداخل المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال لاعب عبقار. يبقى عنصر اللي هو جد مهم. لا جيدة لا. هو لا نقاش في ذلك لاعب عبقار في البطولة الاسبانية. اذا اه عبد كبير عبقار من العناصر اللي تقدر تكون جيدة بطبيعة الحال ديال المنطقة الوطني المغربي لاعب الوطني المغربي لاعب اشرف حكيمي لاعب فاريسان جينمال فرنسا لاعب فرنسا كذلك لاعب عنصر مهم صراحة في المنتخب الوطني المغربي لاعب قوي ولاعب كبير اشرف حكيمي من العناصر الكبيرة ديال النقبة الوطنية ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب فاريسان جينمال فرنسا. انصر جيد صراحة في المنتخب الوطني المغربي هذا اللاعب اشرف حكيمي جيبقى من العناصر الكبيرة ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير ولاعب مميز صراحة عمشي للطايل الايصار يوسف الخديم 18 سنة لاعب ريال مادريد 18 عام. آآ كفاءة ممكن تكون عنده. لانه خلنا دعليه في لائحة مرسو ولكن ما شاهدناش. ما دخلوش بتاتا. كان صراحة نخصنا شوفوه يوسف الخديم. ولكن آآ للآسف ما ما شاهدناش للآسف الشديد يوسف الخديم صراحة كان نخصنا نشاهدوه ونشوفوه ولكن ما شاهدنا. لعب لي عنده 18 سنة ولاعب لي قادر على بزاف دي العطاء. لانه ولاعب باقي الشاب باقي قادر على بزاف دي العطاء. مش نخط وطن ما يدى بأسامة العزوزي لاعب نادي بولونيا الايطالي اثنين وعشرين عام. للعناصر الجيدة دي المنتخب الوطني. المغربي عنصر كبير صراحة آآ في المنتخب الاولمبي وقدر كلمنتخب الاول ممكن يتبصراته صراحة مع مرور الوطن خاصة هاد مقابلة دي الزامبيا هو اللاعي لعبة لانه آآ مقابلة زامبيا هو اللاعي لعبة سوفيا ام هذا هو عفوان اسامة العزوزي لانه ولاعب من اللاعب القوين صراحة داخل المنتخب الوطني انها غيب سوفيا امر بسبب بطاقة الحامرة اللي عنده ادها امام جوان افريقا مشيون عز الدين وناحي لاعب مارسيليا الفرنسي لاعب قاوي صراحة من خير اللاعب اللي عند النقب الوطني وعند منتخب الوطني المغربي لاعب عز الدين وناحي لاعب اولمبيك مارسيليا الفرنسي يبقى من الاسماء الكبيرة صراحة دي المنتخب الوطني المغربي لاعب قاوي ولاعب كبير صراحة اللعب عز الدين اوناحي لاعب مارسيليا الفارنسي. العناصر الجيدة للمنتخب الوطني المغربي لاعب كبير ولاعب جد مميز دي المنتخب الوطني المغربي عز الدين اوناحي. يعني فيه عن لعب براهيم دياز. آآ لاعب ريال مادريد. من اللعب الجيدين كذلك. دي المنتخب المغربي لعب معنا لأول مرة في اللقاء اغولا وكذلك ثاني اللقاء امام منتخب موريطانيا. ايضا براهيم دياز يبقى من الاسماء الرائعة دي المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة اللعب براهيم دياز من العناصر الكبيرة دي المنتخب الوطني المغربي عنصر جيد صراحة دي النخب الوطني ودي المنتخب الوطني المغربي بلاعب براهيم دياز لاعب الريال مادريد. ديهم من العناصر رائعة بطبيعة الحال دي المنتخب المغربي مشون خطلو جمده بحاكيم زيش. حاكيم زيش اللي كلاعب قارة تصارا يتصركي ديهم على خلال التشجيع في المستخدم العناصر التي تحتاجها منتازة لتزل المتخب الوطن المغربي اللاعب كبير والاعب يمكن يكون جيد مميز في حكم زياج اللاعب في الاراضي التركية وتكون هولندي عند حكم زياج التشجيع للعناصر الكبيرة والمتخب الهب الطبيعة الآن، العمن ان تصدر آسف لأحدهم ي tiver38 على إلياس بúc ال�부 لعب مون أكل فرنسي تستطيع إعجاب العناصر المنصر الجيدة 19 عام صفحي صفحي آية قيدة بل لعب مون أكل فرنسي صفحي إلياس بن صغير صفحي بإلياس بن صغير ت geoани se28 سعيد رائع إلياس بن صغير يكون صفحي بطبيعة الحال اليها المنتخب الوطني المغريبي اللعب إلياز بن صغير نقول أنه صار جيدة بطبيعة حال اليها المنتخب الوطني المغريبي يعني حيتم حياتي ونخطل وجمده أمم انا لعفو بأيوب الكعبي لاعب أولمبياوس اليوناني اللعب اللي بعد الأحيان يشاهد ولكن يخب مجهودة صراحة ولكن عاو التاني بقي ما تستمر شيء تلك المجهودة ديالو صراحة هالكبير بقي مع آيوب الكعبي راشحا الذي يوكلم عن المتزخب المغربي قديم صراحةً ومع المتزخب المغربي وكذلك العطاء اللي كان يحتاجه من لعب أيوب الكعبي باقي ما وصلنا لوش باش نكونوا منطقيين وكونوا حقانين صراحةً أيوب الكعبي باقي ما وصلنا لش ديق الموس الساوى ديالو الكبير صراحةً لا جيدة لا ولا نقاشاء في ذلك أيوب الكعبي كنت تعتبر من العناصر اللي ممكن تكون مزيانة في المستقبل طاعتها خمسة لاعب الاحتياطين عبدالول لعب بوتويل لاعب ميلو ديساندر الجنوب الافريقي كندر معمور ولعب في المتزخب الوطني المغربي لاعب قلب دفاع من العناصر اللي تقدر تكون في المتزخب المغربي جيدة صراحةً لعب بوتويل لاعب ميلو ديساندر الجنوب الافريقي لعب اللي ممكن يكون جيد صراحةً لا جيدة لا ولا نقاشاء في ذلك لعبك يلعب قلب دفاع ممكن يفيد المتزخب المغربي كثير صراحة نعم في ميحية جبرال لعفارق الويداد البيضاوي اللي صراحة نغاد فترة كبيرة على المتخب المغربية كانت جهل الدعواء خلال أكتوبر ولم أعطى لائحة حالية بعد إصابة سوفيان أم رابط ولم أعطى لائحة أكتوبر لأنه كانت دخل أسامة العزوزي نعم بنادي بولونيا إيطاليا لما أعطى مقادون ولم تشاهدوا عن جوج ماتشات ولم تشاهدوا الكويت ديفور ولم تشاهدوا أمام ليبيريا بطبيعة الحال إذا نعم شو اللعب الثالث لما عمور اللعب في المنتخب المغربي لعفارق الويداد البيضاوي عبدالله حيموت في ٢١٢ عام لعب كان لعب الثالث في المنتخب الأولمبي يضاف على الحوض الدير لأنه صعيب وصعب لأنه عبدالله حيموت وممكن نشوف عبدالله حيموت في اللقاء دي نصام في المغرب كانت دفع ملعب أدريل في مدينة أقهدير أجواء رائعة صراحة في المغرب أجواء عليهم باقي الصيف هتكون عليهم شعر الساعة يكون كندومتك يدخل الحال لجدالة أولى نقاش هتكون أجواء وهي ممكن تكون حال رائعة طبعا الحال فهذا المقابلة هادي وعمشوا اللعب الرابع إلياس إلياس أخو ماش إلياس أخو ماش إلياس أخو ماش من العناصر اللي تقدر تكون جيدة صراحة للمنتخب المغربي تكوين إسباني وكي بقى من العناصر الجيدة للمنتخب الوطني المغربي إلياس أخو ماش 19 عام عنصر اللي هو جيد ممكن يكون في المنتخب الوطني المغربي للاعب إلياس أخو ماش اللي هو من العناصر اللي تقدر تكون جيدة متوسف 저기 للعب إ 10 بلعاء إسباني معنصر جيد وصراحة في المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير وكبير ولاعب جد جد مميز صراحة اللي هو يوسف allí للعب إيش بلعاء إسباني اللي كيف يريد الإسمار الكبيرة صراحة في المنتخب الوطني المغربي لاعب له اللي لعب Lauren Green بالنخت dollars أو في المنتخب الوطني المغربي بي historiesباني لما يخدر تكون جيدا راسخة في المنتخب الوطني المغربي لاعب كبير و لاعب أجد مميز صراحة اللعب يوسف النصري لاعب لبعد الأحيان قطار الانتقادات وقطار الانتقادات في المنتخب المغربي شكرا لكم وإلى اللقاء معكم